دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الطاقم الطبية الذي أشرف على علاجه من فيروس كورونا إلى مقر إقامته الرسمي في داونينغ ستريت وتوافقت الزيارة الطاقم الطبية المؤلف من عشرة أشخاص مع الاحتفال بمرور 72 عاما على تأسيس الخدمة الطبية الوطنية التي ينتمون لها وقال جونسون إن الممرضات تنوبن على خدمته في العناية المركزة على مدى أي من عدة وبدل الأطباء كل جهودهم لجعله يتعافى بشكل أسرع ويعود للعمل